اشتركوا في القناة نخدم تدارة الحساب أيضاً وعدنا أيضاً قناة الاكتتاب والعملات الاستثمارية طبعاً لو نشوف هذا شارت عملتنا في عملة القالا كنا منزلين أكثر عن فيديو للعملة كنا يعني حاطينا العملة هنا تشكل نموذج الوتد الهابط طبعاً هذا مش في الفيديو الأخير اللي قبله حيث أن الوتد الهابط يشير إلى أن العملة راح تنزل لهذا المستقرات طبعاً لو نشوف مجرد ما حطينا الصفقة العملة يابت لنا ما شاء الله أرباح طيبة تقريباً ربح 31% مشاطة جداً جميل في الـ spot 31% في الفيوتر 620% يستهلون لدخله وعقبال الباقيين المهم خلنا نشوف الصفقة اللي كنا حطيناها مبدئياً لوني نشوف هدف الوتد الهابط هذا وين يعني بحيث أنه لو نزل ينزل هنا قريباً بيكون في هذا الأسعار على الدعم اللي أنا حطينا نهاية الدعم يعني حتى نقدر ننزل الدعم حبه عشان موضوع الرسك نقدر نعزز في كل هبوط يعني حتى لو نشوف نزلنا الـ stop lose هنا على سعر 0.03732 3732 يعني حتى لو نشوف هنا 3732 صار لمس للدعم وصار ارتداد فنحن لكل عارف نظامنا نحن نغلق بعد ما نشوف الشمعتين التأكيديات يعني إذا أنا شفت أغلاق شمعة الأربع ساعات هنا ما سكر أنتظر أشوف شمعة ثانية حمراء إذا شفت شمعة ثانية حمراء سكرت غير تذي ما سكر ليش أنا في بعض الأحيان نشوف شمعة حمراء بعد ذلك شمعة خضراء بعد ذلك شمعة خضراء ثانية ترجع العملة فوق المقاومة فلذلك تسكيري يكون غلط يعني مو بغلط هو صح قللت الرسك بس نحن نعطي مجال يعني أنا دائما نعطي مجال حلوين حلوين المهم فإذا نشوف العملة اليوم بلنلغي الصفقة السابقة معنا نشوف الأهداف هي نفسها 0.11 0.11 بعدها هي الهدف نفسه ويعني اللي هو بيكون فيها المستوى 0.11 هي والهدف نفسه في العملة زي فمبدأي نحذف الصفقة هذي ونرد صفقة جديدة بناء على شارت الآن شارت اليوم معنا العملة أشوف مع طنة حتى الآن ممكن يكون في موجة أخيرة هابطة طبعا بس هذا شانس بسيط يعني مش كبير نحط ستوبلوز بيكون على سعر تقريبا اللي هو 0.032 تقريبا ننزل شوي نوعا ما ستوبلوز أغلاق شمعة الأربع ساعة أدنى هذا الرغم سفر صفقة حلوين حلوين فالهدف بيكون كالعادة 1X هنا بيكون ضعف معنى الهدف مثل ما قلت 1X هاي هنا معنى بنكمل لين الهداش صفر صفر واحد واحد مش بعيدة يعني مش يعني إذا العملة راحت لهالهدف بتكون حقا ضعف واربع ستين بالمئة معنى أنا يعني هذه الصفقة على المدى البعيد أنت مكانك تطلع يعني كل هدف يعني يعطيكم مثال خلنا شرح شوي أكثر إذا حطينا هدف الحين مثلا على السعر حين العملة سعرها صفر فاصل صفر أربعة واحد ثماني صح مثلا حطينا هدف صفر فاصل صفر أربعة ثلاثة هذا هدف يعتبر على المدى القريب قريبا صفر فاصل صفر أربعة تسعة يعتبر قريب أما صفر فاصل صفر خمسة خمسة يعتبر مدى متوسط صفر فاصل صفر ستة ثنين يعتبر مدى متوسط فالأهداف واحد تفرق على المدى القريب المتوسط فأنا دايما نحط هدف هداف قريبة وهداف متوسطة وبعيدة يعتمد عليك أنت هلأ أنت تبقى هداف قريبة تبقى هداف بعيدة الشي خاصك أنت المهم فلوني نشوف العملة شكلتنا نموذج إذا نشوف هنا عطتنا زعنفتين القرش مش زعنفة يعني زعنفة أولى زعنفة ثانية دبل فهذا نموذج يعني إذا ثبت ثبت أنه صار تشبع بيعي صار تشبع بيعي الشراء يكون هنا يكون بالعكس يعني يكون تطلع من هنا يشوفوني تشبع بيعي هني صار تشبع شرائي فحالة عكسية حالة ضرطية المهم فالآن هني تشبع شرائي أيوا هني تشبع بيعي إن النص وقفت تبيع صحيح المهم فمبدئيا لوني نشوف الهبوط اللي صار هني أنا بالنسبة لي نقدر إذا حسبناها كموجة واحد ثنين ثلاث أرباع خمس ممكن يكون في موجة أخيرة، ممكن يكون في موجة لهاله المستويات، ممكن ما نستبعد حيث أنه يكون في خمس موجات مع أنه دائما دائما يعني في رسك ودايما حتى الموجة الهبطة شوية تكون أقل حتى مرة تكون ثلاث مو بشرت خمس الموجة حابطة في بعض الأحيان تكون 3 ومنا تكون 5 المهم مبدئيا حتى نقدر نقول هذا 1 2 يعني هذه 1 2 3 4 5 حتى نقدر نقول اكتملت يعني فيه ناس يحسبونها أنها يكتملت فيه ناس يحسبونها لا في الواحد تقديرها كل المحلل ينظر لها بطريقة معاً أنا أشوف هذه 1 2 3 اكتملت يعني أنا أشوف ممكن اكتملت المهم إذا جلنا على الشكل الموجي. الشكل لانه ساليب التحليل مختلفة. مدارس التحليل مختلفة. في ناس تمشي على المقاومات. في ناس تمشي على الدعوم. في ناس تمشي على الفوناتشي. في ناس تمشي على المتوسطات. في ناس تمشي على وايد اشياء. كل واحد وفي ناس على طريقة موجية. في ناس. في ناس تمشي على اللي هو اللي يسمونه نسيت الاسم والله. وايد 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 طرق وايد طرق كلاسيكي في في النظام اللي يستخدمون بس مؤشرات في وأنواع أنا الحمد لله الله الحمد أحاول أدخل يعني أشرح أغلب الأشياء بحيث أن نطلع بأفضل نتيجة حلوين حلوين غير ذلك لو نشوف أيضا تقاطع المتوسطين الخمسين والميتين هذا مؤشر سلبي يعني لو نشوف هنا بالعكس هنا مجرد ما تقاطعوا العملة بدأت تصاد شوفوا كيف فالآن حين تقاطعوا فالعملة بدأت تهبط فنحتاج الآن العملة تصعد فوق المتوسطين هاي بحيث أن يتقاطعوا عمر ثاني ويستمر السوق في الصعود نحتاج أن الأحمر يكون تحت والأصفر يكون فوق هذا اللي نحتاجه حاليا حلوين حلوين إذا قلنا حطينا صفقة الآن مع أننا ممكن يكون فيه موجة أخيرة بحيث أننا نشوف يعني صعب يتكون ثلاث زعانف هبطة يعني وراء بعض أنا يعني نادرا ما نشوف هذا الشي نادرا ثنتين نشوف ثلاث ويت صعب أن ثلاث قيعان وراء بعض هذه الشدة يعني هذا يعتبر هبوط قوي وهذا هبوط قوي يعني صعب نشوف هبوط ثالث قوي بهذا الشكل ف إذا صار أتوقع ممكن السوق ينتكس طريقة مش طبيعية يعني حتى العملة هني لو نشوف أصلا شكلت نموذج الراية يعني تقريبا نموذج الراية شو كيف بشكل هابط أوكي حلوين شوفوني هدف صحيح يعني النموذج الراية اللي صار هني ممتاز جدا يعني مثالي جدا حتى شوفوني وصال نفس الشي إن شاء الله يعني لو كنت أنا منزلت فيديو للعملة هذي قبل يعني أمس كان عرفت التاركت كان عرفت إن العملة بتنزل هني إن شاء الله ما نزلنا فيديو يلا الحمد لله كان الأغلب كان فينا صباعة لما كانت العملة هني يعني نزلت تقريبا واحد ثلاثين بالمئة بعد ثنية ثلاثين بالمئة يعني لو كنت منزل كان كنا استفدنا من ثنية ثلاثين بالمئة هذا الهوط المهم مبدئيا ما نقدر نقول العملة بدأت تشكل نموذج الراية على الشكل الحالي بشكل أصغر الآن يعني مش واضح الشكل هني وراية واضحة هني لا فأنا بالنسبة لي ممكن نشوف بناء على الشكل الموجي واحد اثنين ثلاث أربع خمس على حسب المحلين واحد اثنين ثلاث هذي تكفي أربع في انفجار نحتاج كسر الاختراق اللي ترند الأعلى يعني كذي بيكون مثالي في بعض الأحيان لازم ننزل في التار حيث أن نقدر نشوف التار تبع أكثر عن زاوية شوفوني على شمعة اللي هو نقدر نقول نوني شوف هني بعد الهبوط اللي صار العملة طلعت من اللي ترند الهابط هني سوى تيعد اختبار مرة مرتين ثلاث أربع حتى خمس مرات أو ست مرات العملة سوى تيعد اختبار ونجحت في ست مرات أنه ما ترجع إلى أدنى لترند لأن العملة لو استمرت لترند أو رجعت كان بيستمر الهبوط بهذا الشكل لكن نشوف العملة لله الحمد فلله الحمد نشوف العملة أنه قدرت تكسر لترند وتطلع سوى تيعد اختبار أكثر عن مرة على فريم الساعة وقدرت تقريبا نقدر نقول تمشي الآن بشكل عرضي مهم جدا أن العملة ما تخترق إلى ترند الهابط وترجع تحت لأن إذا رجعت تحت أنا بالنسبة لي ممكن نبدأ نشوفه بوط لهبوط لهبوط له طبعا أنا أشوف هنا أيضا فيه والديفرجنس هذا صاعد كيف يعني في مؤشر صاعد هنا شوفوني نموذج صاعد لنعلم بالأبيض متى يكون ماضح شوفوني طبعا شمعة الساعة يبين على شمعة الأربع ساعات وما يبين فيه يعني النموذج هذه سيعطينا شكل أن العملة رح تصعد يعني بناء على الحركة هذه بناء على مبدئيا فإذا قلنا الحين مثلا حطينا صفقة بيكون الدخول الآن على سعر صفر فاصل صفر ثلاث ثنين هدف أول بيكون على السعر تقريبا صفر فاصل صفر أربع خمسة هدف اللي بعدها صفر فاصل صفر خمسة اللي بعدها صفر فاصل صفر خمسة اللي بعدها صفر فاصل صفر ستة ثنين هدف اللي بعدها صفر فاصل صفر سبعة ثنين هدف أخير صفر فاصلة واحد واحد طبعا هذا هدف اللي بعيد أنا أعرف الدخول رسك دايما قوي قلبك وإدخل في الهبوط لا تدخل في الصعود يعني أنت تبقى تجني أرباح اشتر لما السوق ينزل لا تشتري لما السوق يصعد إذا يقول خلصنا يعطيكم العافية مفجأة خير ترجمة نانسي قنقر